مرحباً 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 معكم ندرس المساعد انتصار بالبرد الصلال في درس الجيد من مادة الكمبيوتر غرافيك الرسم بالحاسب في لغة السي بلس بلس درسنا لهذا اليوم هو الدالة دروبولي استكمالاً لدوالة لغرافيك ناخذ اليوم الدالة دروبولي الدالة الدروبولي تستخدم لرسم الأشكال المضلعة طبعاً الشكل المضلعة أما يكون مثلث مربع مستطيل شكل خماسي سداسي ثمان عشر إلى آخر من الأشكال المضلعة ممكن أن نرسمها بالدالة دروبولي الصيغة العامة لها الدروبولي تستخدم هذه الدالة لرسم الأشكال المضلعة حيث تحتوي هذه الدالة على متغيرين وصيغتها العامة بالشكل التالي فالصيغة العامة دروبولي نفتح قاوس N فارزة B قاوس وفارزة مفوضة الدالة دروبولي تاخذ متغيرين المتغير الأول ال-N والمتغير الثاني ال-B ال-N ماذا يمثل و ال-B ماذا يمثل ال-N يمثل عدد رؤوس المظلع المنتظم زائد واحد يعني أنا لو كان عندي مثلة الشكل اللي أمامي هذا المظلع المنتظم مثلث فكم رأس بيه واحد اثنين ثلاثة فالأنه تقابل أربعة يعني عدد الرؤوس ثلاثة زائد واحد فصير أربعة أما ال-B ماذا تمثل ال-B تمثل مصفوفة رؤوس المظلع المنتظم زائد اثنين يعني أنا الرأس الأول هو إحداثيين X و Y الرأس الثاني إحداثيين X و Y الرأس الثالث إحداثيين X و Y فأحتاج مصفوفة تكون حجمها 8 خانات أعب بيها رؤوس المظلع المنتظم الرأس الأول والثاني والثالث وأحتاج نقطة أخرى علشان ينسد المظلع المنتظم يعني مصفوفة راح تكون عدد رؤوس المظلع المنتظم زائد اثنين هاي الملاحظة كلش مهمة عدد رؤوس المظلع المنتظم زائد اثنين راح نشوف راح ناخذ الدالة إن شاء الله الثانية الفول بولي راح تكون مختلفة عن هذي الدالة درو بولي بأن ماكو زيادة اثنين يعني ذي نسميها فول أوتوماتيكي يعني هي تسد المظلع المنتظم أوتوماتيكلي بدون ما أنا أرجع للنقطة البداية يعني أنا أبدي من هاي النقطة وأرجع نفس النقطة بحالة الدرو بولي بينما بالفول بولي إن شاء الله من نشرحها بعدها قليل راح تكون ما نحتاج نرجع النقطة البداية أو ما نحتاج نخزن بالمصفوفة نقطة البداية فراح تكون رؤوس المصفوفتنا تكون فقط رؤوس المظلع المنتظم ما نضيف لها اثنين أما هنا لا رؤوس المظلع المنتظم زائد اثنين فالدالة درو بولي وظيفتها إنه ترسم لي مظلع منتظم تاخدتو براميتر البراميتر الأول هو رؤوس المظلع المنتظم زائد واحد يعني لو كان مثلث راح تصير أربعة لأن رؤوسة ثلاثة زائد واحد أربعة لو كان مربع رؤوسة أربعة زائد واحد خمسة مستطيل أيضا رؤوسة 4 زائد 1 خمسة مثلا الخماسي رؤوسة 5 زائد 1 في الصير الان 6 وهكذا مثلا ثماني رؤوسة 8 زائد 1 في الصير 9 في الصير الان 9 يعني أعوض دروبولي أفتح قوس 9 فارزة بي البي هي مصفوفة رؤوس المظلع المنتظم يعني القيم ما الإحداثيات رؤوس المظلع المنتظم يعني مو كل إحداثي إلى قيمة X و Y فأنا أخزن هنا بمصفوفة وبعدين أمرر هاي المصفوفة للدال المثال اللي أمامي هو يوضح لدروبولي كيف أعرف المصفوفة وكيف أمرر لها براميترات وكيف أمرر البراميترات هذه للدال بالبداية عندي إنت بي أوف الثمانية عرف المصفوفة بي ونطاها حجم الثمانية بعدين الديتكشن الانشيلايزيشن هذا النصة طرعين قلنا إحنا متعودين عليه لازم نسوي ديتكشن وانشيلايزيشن حتى نقدر نرسم أي شكل لازم نسوي ديتكشن وانشيلايزيشن بعدين أجي أعبي المصفوفة ماتي بي أوف الصفر 10 بي أوف الواحد 15 بي أوف طبعا نبدي من الصفر المصفوفة تبدي من الصفر فالصفر والواحد هو الإحداثي الرأسي الأول الثنين والثلاثة إحداثي الرأس الثاني الأربعة والخمسة إحداثي الرأس الثالث والستة والسبعة رح ياخذ النفس الإحداثي الأول يعني أنا واقفة على النقطة النهاية لازم أرجع النقطة البداية حتى شنو أقدر يعني حتى أقدر أرسم مضلع منتظم مزدود لازم تكون النقطة الأخيرة هي نفسها نقطة البداية شوف بي أوف الستة وبي أوف السبعة هي نفسها بي أوف الصفر وبي أوف الواحد هذه هي الملاحظة اللي نواهت عليها بالبداية فراح نقول دروبولي أربعة بي الأربعة هي عدد رؤوس المضلع المنتظم مثلث عدد رؤوسها أربعة عدد رؤوسها عفوا ثلاثة زائد واحد فصير أربعة والبي هي مصفوفة الرؤوس مصفوفة الرؤوس بي أوف الثمانية أو عبيناها بهالقية بالشكلة هذا اللي أمامكم فمررناها للدالة دروبولي أربعة بي فهذا البرنامج رح يرسم لي مثلث يحتوي على ثلاث رؤوس الدالة الأخرى نفس عمل الدالة دروبولي لكن بيها اختلاف بسيط الدالة فولبولي هي نفس الدالة دروبولي أيضا ترسم لي مضلع منتظم لكن هذه الدالة شنو الميزل بيها؟ تستخدم هذه الدالة لرسم الأشكال المضلع المنتظمة باللون والتشكيلة قيد الاستخدام أولا من حيث العمل الدالة دروبولي ترسم لي مضلع منتظم بدون لون يعني ترسمه فارغ مثلا مربع، مثلث، مستطيل، خماسي، ثماني، أي مضلع منتظم بينما الفولبولي ترسمه مملوء باللون والتشكيلة قيد الاستخدام يعني إحنا مخلين لون قبلها راح تكون مملوء باللون المخلين ما مخلين لون قبلها راح يكون باللون الديفولت اللي هو اللون الأبيض فالفولبولي ترسم مضلع منتظم مملوء باللون هاي شغلة الشغلة الثانية الفولبولي أيضا تاخدتوا براميترات شوفوا الصيغة العامة أمامكم أعزائي طلبة الفولبولي أيضا N و B لكن ال N هنا شنو فرقها عن ال N اللي فوق ال N الفوق N هي رؤوس المضلع المنتظم زائد واحد بينما الفولبولي ال N فقط رؤوس المضلع المنتظم يعني أنا لو ردت أرسم مثلث بالفولبولي أقول ال N ثلاثة ما أقول زائد واحد فولبولي ثلاثة فارزة B أيضا الملاحظة الثانية ال B هناك إذا أنا مثلا أريد أرسم مثلث قلنا المثلث يحتاج حتى نخزر رؤوس نحتاج ثمن خانات حتى نخزر رؤوس المثلث لأن نحتاج نقطة زائدة بينما هنا فقط 6 يعني راح تكون مصفوفة حجمها 6 يعني فقط مصفوفة الرؤوس وليست مصفوفة الرؤوس زائد 2 أكرر ال N فقط رؤوس المظلع المنتظم ليست رؤوس المظلع المنتظم زائد 1 وال B فقط مصفوفة رؤوس المظلع المنتظم وليست رؤوس المظلع المنتظم زائد 2 هذا برنامج أيضا يوضح لي آلية عمل الفولبولي لاحظوا نفس أيضا ال N B أو في ال 6 ليست B أو في الثمانية وإنما B أو في ال 6 لأن شنوه فقط رؤوس المظلع المنتظم واللي هنه 3 رؤوس كل رأس يحتاج خانتين فنحتاج 2 في 3 فقط 6 B أو في الصفر 10 B أو في ال 1 15 B أو في الثنين 100 B أو في الثلاثة 200 B أو في الأربعة 200 B أو في الخمسة 250 هاي القيم هي إحداثيات رؤوس المثلث وين خزنها الخزنها بالمصفوفة B هسه نجي نمرر البراميترات للفولبولي فنقل له فولبولي 3 B لاحظوا أمامي أعزاء الطلبة لاحظوا بياي إنه ما قلنا لأربعة وإنما ثلاثة فقط رؤوس المظلع المنتظم وليست رؤوس المظلع المنتظم زائد واحد هو هذا الفرق بينها وبين اللي دروبولي يعني اللي دروبولي أخذت أربعة وبينما بالفولبولي أخذت ثلاثة فولبولي ثلاثة فارزة B الB هنا B أو في الستة وليست B أو في الثماني اللي هنا ينتهي درسنا شكرا جزيلا